مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار سلام عليكم ببنات كديرين لبس عليكم كانت مبنات كنوا باخر وبأحوال جيدة وكيف دلتم مع ربضان كل شي مزيان الحمد لله اليوم إن شاء الله غد نتقسم معكم هاد الفيديو هذا ديال اليوم الثالث أنا تعطلت باش المونطيه صراحة كانت عندي ضروف كان مرد لي أولدي شوية وكل مرة كان قل غدا نمشي المونطي داك الفيديو وكان الفيديوهات آخرين ديال الفطورات آخرين إن شاء الله مويمة تقسم معكم هاد الفيديو وخليكم معايا اللي وصفت بسيطة يعني مادرش بزاف ديال الماكلة هنا غدا نحضر واحد الخبز اللي كيجي رائع وخفيف غادي عجبكم وغادي عجب حتى الوليدات لأنه كيكون خبز قطني ورائع وضعت الماء الدافي تقريبا واحد جوج ديال الكيسان وغادي نزيد عليم الخميرة ومها الطريقة مزيانة هكا باشي اللي بغيتو اللي عجين ديالكم يكون دائما زوين أتسامدو لها الطريقة هادي واضعوا الماء والخميرة والسكر ولا بغيتو تزيدو علي جوج المعنق ديال الطحين هكا وتخليه واحد من الخمس احت الاستدية للتقايق مشي بزاف أنا بستربها الخميرة كالتفاعل وكيجي عندكم عجين اللي كيكون قطني وهنا من بعد ما خلطو شوية ازد واحد ثلاثة ديال المعالق ديال اليابر الطابعي يعني ناتريو ما فيه تشي حاجة وغادي نزيد تقريبا ربع ديال المعالق نديو الزيت زيتون بما عندو الزيت زيتون أكيد غايتستعمل الزيت العادية وانا هنا راني ازد شوية ديال الملحة فض الفطور هذا يعني في نفس الوقت كنوريو الناس حتى يعني رغمكيش كل منهار كنطيبو هكا وتبدير وذك شي لأنك مدم كتديري واحد الكيمية كبيرة مثلا ديال الفطائر وذك شي ما كيش ليكيا كليك كيبقا وغير محطوطين هكا في الزيت يعني كيكرموه ولا كيخسروه ولا اللهم تقسمو ذك شي واللي شاطو عندكم تحتارضو به مشي مدة طويلة في المجمد وإنما واحد لأيام معدودة وكتستعملوه تحاجة ما كتضيع وما كيكونش تبدير لأن التبدير مشي مزيان وإن العجين ديالين بعد ما خمار مشي تطورت الحريرة كما لح توجدتها هذه الحريرة درتها بطحين يعني تقليدية ماشي ديال شوفان إنا العجينة كتكون تلصق في اليدين ولكن مع ذلك يعني مع ذك شوية ديال الزيت ذهنتب شوية ديال الزيت يعني ما ما قدش كتلصق بزاف ولكن خاص ولا بد أن الخبزات يكونوا هاك العجين ديالهم باش يجيكم رائعين وهنا روني شكلتهم كي ما كتلاحظوا أشكل هذك الخبز هذا كيديروه للأطرة كيكون رائع وخفيف ودهنتب شوية ديال أصفر البيض وقليل من الحليب وقطرات ديال الخل بكو عارفين طريقة مهم هدا غير فطور يعني ما باش نقنبيل لكم ذك شو بالتفصيل لأنني كندير وصفات وأكيد غدا نحطهم على القناة والبنات اللي قالوا لي على القرات اللي عفوان اللي بعت اللي ديت في الفرن مع البي شاميل أنا غدا نبعت عجيها معكم إن شاء الله لأن الفيديو دياله مصور ومن بعد ما دهنتهم بأصفر البيض غدا نرشهم بهد حبوب البذور الخاشخاش أو اللي بغي دير هكا زنجل هنم وم داك شي كي بقى اختيارية لحسب الطوق أنا ديت لهم هدوك قاعد ديتهم من جناب بهدك الرأس ديال الفرشة اللي كان دهن بيها هي اللي ضغطت بيها لنجوانب هنا عندي الكبدة عندي كبدة ديال البقري كبدة ديال العجل انت يلا جيت معنك الزهر قاعدة نستعمل يعني قدرتهم قاعدة نستعمل ديال العجل هي الليولة والبقري أكيد راها الكبدة ما قدرش فكون جلع الضر يعني نحتافظ بيها للغد الزوج ديالي كتعجبوه الكبدة وحتى أنا صراحة كتجين يزوينا وما كتكونش في ديال الزفورية بحل ديال الغنمي وغدا نقطعها كشرائط يعني شهر رمضان راح ماشي للتبدير وإنما كان غير كان زينو الطاولة ديالنا سيدة كل وحدة وبش كان زينة أكيد داك شي كيبقى لحسب طوق كنحتافظو بذك شي اللي بقى لي نشاط باش ما يكونش داك تبدير وذك الإسراف اللي ماشي مزيان يعني كان شدو حتى هو وكان غير الطبيسلات وكان قد يعني بحلة شي حاجة جديدة وفي نفس الوقت ما كيكونش تبدير وما كان ديوش للإتم أكيد اللي حدا شي حد راه غالي عطي في سبيل الله جيران وخي يكونوا حتنصارة ماشي مشكيل مهم يعني شهر رمضان راه شهر العبادة ماشي غير شهر للاكل وذك شي ويمكن مغانب بارتاجي ووصفات اللي تيكونوا صحية يعني أكتر والنوع وبحال هذي الكبدة هذي مزيانة ويكونوا هكا غير فطائر قلال وخبياز وحريرة وهذي را كافي والإنسان راه ما كيقدرش يأكل بالساف رمضان واخدت البصلات جوجه دي البصلات غدا نقفع مع هكا شرائط طوال يعني راه ما شي كل يوم كان طيبو بتيك الكترها وذك شي شوية مني كانت بقى الحاجة راه كانحتعبو بي وانا من طبع ديالي مني كان وجد الماكلة ما كان يعني ما كان بقاش نسخن فيها ونحط فيها يعني اللي بغى نستعمل كانشدها كان نستعمل ذك شي اللي غن ناكلوه أنا ولداتي وذك شي واللي باقي وعارفة عناني ما غدش ناكلوه كامل كمشي نديرو في تلاجة باش هكا حت الاكل اللي بقيت وكتعودو تسخنو فيه رمك يبقاش مزيان را كي يولي مضر للصحة يعني دائما تسخنو ذك شي اللي كتحتاجوه وغدا ندوز دابا باش نحضر هاد الكبدة هادي عندي الكركيمة او الكركم والفلفل احمر بودرة الملح وحامضة قطعة لانا الحامض كي يتواتب مع مع الكبدة غن ندير نص حامضة وخديت مقلاة وضعت على النار وزت عليها قليل او تقريبا ربع كاز ديال الزيت وغعدة من بعد ما سخنها ديالزيت كن وضع فيها على النار اللي تكون مجهدة ما تكونش ناقصة الكبدة باش تشحر مزيان منيت وضعوا الكبدة دائما تكون النار عالية وغدا نبقاك نحمر فيها حتى يتغير لهادك اللون ديالها واكيد كين واحد يعني كيلي كيشد الكبدة وكيقليها شوية كيشدها يعني شرائط طويلة وكيقليها شوية في الزيت كيقلب على الجواهي بجوج وعادة كيقطعها وما ندرت هالطريقة هذي الأبسط والسهلة يعني كيقطع الكبدة شرائط ونصيبها ومن بعد ما تشحرت لي شوية زيت عليها تومة اللي غير قطعتها هكا ما حكيتها اش لي ما عندوش تومة العادية يدير توم بودرة ولا النار اللي كيما قدليكم تكون مجهدة في الأول الكبدة لا تجيش رقيقة بزا في شكل دياله كتبقى شوية هكا شرائط باش تبقى بين نحط في بصيل كي ما كتجيش مقطعة بحل شكل ديال لحم كتجي شرائط كي يجي المنيدر دياله احسن ومن بعد ما تشحرت لي هاد الكبد تجليها شرائح ديال البصل والطماطم الطماطم اللي كتعطيها واحد المداق واحد تعليكه في الصوص دياله كتجيزوينه واللي بغا يوضع حتى ما طيش ديال الحك يدير واحد المهي القصغيرة حتى يجيزوينه في الصوص ديال الكبده ونوضع التوابيل يعني الكركم وفرفل اسود طوم بودرة والكامون اكيد الكامون مهم لكيتواتم مع الكبده ومن بعد ما وضع جميع التوابيل اكيد غدا نخلطهم وغدا نخلي غدا نضغطي لها حتى شوية بجيك البصلة تهبط ما تفقاش هكا كواقفة وتدبال وما تفقاش بينها يعني في الطبق ودائما تحطه في مني تكون طيبو تدير الكبده هي اللي ولا في المقلعة على النار مع الزيت عادة البصلة في الاخير يعني الكبده خصطي يعني هي اللي ولا تشحر عادة نزيد عليها باقي المكونات يعني وزد النص ديال العصير ديال الحامض اللي كيعطيها وحد طراوة وحد وحد اللي يغير حتى المذاق كي ولي المذاق ديال هم زيان يعني وصفات اللي هي بسيطة وحد درت أكيد يعني درت العصير مويم ما داك شي راكو عارفين كل شي راكي ديال درت العصير هدك اللي حطيت في القناة يال الحليب والتمر ودرت فيه الزبيب واللوز أكيد داك مويم داك شي اللي درت في المقادير ديال العصير اللي حطيت في القناة هما نفسهم وهنا الخبز ديالي كيما كتلاحظ وكيجي خفيف وقطني ورائع وهدي الكبدة اللي احتى هي شرملتها كيما قلت لكم بصلة بالز وجا عند واحد لمنا يضر رائع بدون قطرة ماء يعني ما ضفت حتى قطرة ديال الماء تقلات مغير مع ديك البصلة ودك ماطيشة طلقوا داك المديال وطابت فيه وهدي الحريرة ديالي والخبزات كيما قلت لكم اللي يعني درت كمية كبيرة وقسمتهم على ثلاثة ديال مرات وحطيتهم وغيرت غير الطبيصلات ودك شي وكيكون واحد لمنا يضر في الطابلة اللي كيبيل لك حتى باللي را كيوجد شي أطباق خرا يعني هالفيديو هدا باش يدير للناس باللي راها غير العين كتبقى باغا باغا والإصراف يعني بزاف ما كيلاش تغيروا غير طاولة ديال كوم وتقعد الدود صيبوا أكيد غلي نتحس بواحد الراحة وواحد تغيير حل لو جدت طب لأ خرا جديدة وكي شي جديد وزينت الكبدة بشوية ديال قصبر معدنس من الفوق بتزين وحطيت رافقتها بشلعدة وحطيت سلو آتي آسر مهم راكم كتشوفو حين بسلقت البيض أنا البيض ما كنفتحوش هاك كنخلي كل واحد والبيض ديال را مسدودة من الاحسن أنا البيض بني تنقي وتخلي هاك كم جموع لما تفتحوه وهذا الخبز اللي كنت وجدت معاكم لاخر اللي درت فيه النخالة وهدي هي الطاولة ديال البسيطة اللي بنات راه بسيطة جدا غير آآ يعني خستكم غير تنضمو للطاولة ديالكم أكيد هتحسوا بواحد الراحة النفسية واحد المنيدار واحد الجول اللي كيكون رائع وإن شاء الله غدا نوجد لكم طاولة وإن شاء الله على القناة كنتمنى أنه هاد الفيديو يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوش ديروا لي لايك والبنات اللي مازال ما تشاركوش في القناة كنتمنى أنكم تضغطوا على الزر أحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله هو دائما الجديد ودائما إن شاء الله وصفات اللي تكون في مستوى وأكيد كل ما هو صحي دائما ترجمة نانسي قنقر